بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أهلا وسهلا وحياكم الله إخواني وأخواتي في برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها كتاب العربية بين يديك الكتاب الثاني الجزء الثاني ونحن ولله الحمد في الوحدة الخامسة عشرة هذه الوحدة تتكلم عن التلوث التلوث what is the meaning of التلوث بمعنى pollution بمعنى pollution أو ما يسمى بالتلوث باللغة العربية سنكمل دروسنا وسننطلق بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها كتاب الطالب الوحدة الخامسة عشرة الدرس الثالث والثماني بعد المئة استمع إلى الحوار الحوار دفن النفايا أنا قادم إلى المستشفى كنت في زيارة ابن صديق صالح إنه مصاب بالسرطان وكيف حاله الآن انتشر المرض في جسمه لا حول ولا قوة إلا بالله كثرت أمراض السرطان في بلدنا وهذا الأمر يحيين كثيرا صدقت فقد مات في مدينتنا وحدها عدد كبير خلال شهر واحد ذكرت الصحف أن هناك نفايات مدفونة في بلادنا من أين جاءت تلك النفايات؟ أحبرت من بعض الدول الصناعية لتدفن في بلادنا ولماذا لا تدفن في تلك البلاد الصناعية؟ أليس لهم أرض مثلنا؟ ألا لهم أرض مثلنا ولكن لديهم منظمات لا تسمح بتلوث البيئة وهم يخافون على شعوبهم ولماذا لا نخاف على شعوبنا مثلهم؟ وتكون لنا منظمات مثل منظماتهم؟ هذا ما يجب عمل طيب استمعنا قبل قليل إلى هذه القطعة تتكلم عن دفن النفايات دفن النفايات especially the chemical garbage طيب هذه القطعة أحمد وعبد الله يتحدثون عن مشاكل من هذه النفايات أحد هذه المشاكل هي انتشار مرض السرطان أعاذنا الله وإياكم من cancer disease we can say طيب نكمل لدينا الجزء الأول هنا جزء الاستيعاب وهو التدريب الأول ضع علامة صح أو خطأ ثم صحي الخطأ رقم واحد صالح مصاب بالسرطان هل هذا ذكر في القطعة ما رأيكم أيها الكرام هل هذا صح أم خطأ أحسنتم الجواب خاطئ لم يذكر صالح إنما ذكر ابن صالح the son of صالح ليس صالح طيب السؤال الثاني مات في المدينة عدد كبير ما رأيكم أيها الكرام هل ذكرت هذه المعلومة في القطعة أحسنتم نعم ذكرت هذه المعلومة رقم ثلاثة ذكرت الكتب أن النفايات مدفونة في البلد هل هذا صحيح أحسنتم نعم ليست بصحيحة إنما هي الصحف وليست الكتب the newspaper is not book رقم أربعة لا تسمحوا لا تسمحوا بعض المنظمات بتلوث البيئة لا تسمح بعض المنظمات بتلوث البيئة هل هذا صحيح نعم إذن لا تسمح كما تفضلتم نعم لا تسمح الخامس الدول الصناعية تدفن النفايات في الدول الفقيرة هل هذا ذكر نعم هذا ذكر أيضا في المحادثة طيب التدريب الثاني يقول رتب الجمل التالية كما وردت في الحوار وهذه الجمل كما ترونها أمامكم مرتبة ذهب أحمد إلى المستشفى زار أحمد ابن صديقه الذي انتشر المرض في جسده رجع أحمد من المستشفى وقابل عبد الله وأخبره أن أبي صالح مصاب بالسرطان إذن هذه ترتيبها بالطريقة الصحيحة طيب سنكمل أيها الكرام الجزء الثاني هنا جزء المفردات فكابلري الكلمة التدريب استعمل الكلمات التالية في جمل من إنشائك يعني استخدم هذه الكلمة في جملة بسيطة مكونة من كلمتين ثلاث أربع حسب استطاعتك على سبيل المثال لو أخذنا كلمة مصاب مثل ما ذكر في القطعة ابن صالح مصاب بالسرطان على سبيل المثال ابني والعياذ بالله إن شاء الله لا لنا ولا لأبنائكم مصاب بداء السكري بهذا السرطان سأتركها لكم إن شاء الله في المنزل كنشاط التدريب الثاني ابحث عن الكلمات التالية في معجم عربي وسجل معانيها مدفون على سبيل المثال مكونة من الكلمة الأساسية دافانة دافانة أين نجدها في المعجم نبحث في حرف الدال أو نبحث في حرف الفا أو نبحث في حرف النون سنجد كلمة مدفون ونعلم ما هو معناها بذلك يعني يقول لدينا حصيلة جيدة في معاني اللغة العربية نكمل أيها الكرام هنا جزء يتعلق بالأصوات ما هذا الصوت وهو قلب النون الساكنة والتنوين ميما هذا كما أخبرناكم في أحد الدروس السابقة له علاقة بالتجويد له علاقة بالتجويد له ارتباط بالقرآن الكريم نقول تقلب النون الساكنة والتنوين ميما إذا وقعت أو وقعت سري إذا وقعت قبل الباء متى تقلب ميما إذا وقعت قبل الباء يعني تقلب النون الساكنة والتنوين ميما كصوت الميم إذا وقعت قبل الباء نأخذ بعض الأمثلة وهي كما أخبرناكم القرآن خير شاهد لذلك لأن له علم التجويد لو أخذنا في جزء النون الآية الكريمة فأنبتنا فيها حبا لاحظوا أن النون الساكن هنا في كلمة أنبتنا النون الساكن أتت قبل الباء فتحول صوت النون هنا إلى صوت ميم فأنبتنا فيها حبا بهذه الطريقة وغيرها من الآيات وأما من بخل بهذه الطريقة طيب نأتي الآن في جزء التنوين برضو إذا أتى قبل الباء فيقلب الصوت صوت ميم الآية على سبيل المثال في رقم خمسة إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور رقم ستة هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة إذن هذه قاعدة صوتية تتعلق بالنون الساكنة والتنوين إذا سبقت حرف الباء إذا سبقت حرف الباء طيب سنكمل أيها الكرام طبعا هذه آيات من القرآن الكريم يريد منا أن نستمع إليها ونكررها أكثر من مرة فقط للتأكيد على ما أخذناه في قلب الميم في قلب النون الساكنة والتنوين إلى ميم على سبيل المثال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل أنبتت وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن الآية الكريمة بقية الآية جميل أن يكون لديك شريط أو مقطع صوتي لمثل هذه القراءات لأحد القراء المشهورين مثل المنشاوي أو الحصري أو غيرهم من القراء الذين يشهد لهم حقيقة بالقراءة الجيدة في علم التجويد هنا تدريب أيها الكرام التدريب الثاني ضع علامة صح أمام الآية التي تقلب فيها النون أو التنوين ميما الشرط هنا ماذا أن يكون بعد هذه النون الساكنة أو بعد التنوين حرف الب إذا كان فهذا يقلب ميما نأخذ الآية الأولى من نفس ما رأيكم أيها الكرام هل تقلب النون في حرف المن إلى ميم من نفس ما رأيكم نسمع منكم حتى أخواننا من ثروضة أولاين no problem you can answer إذن لا تقلب لماذا أحسنتم لأن كلمة نفس تبدأ بحرف النون ليس حرف الميم أحسنتم طيب نأخذ رقم اثنان قول معروف ما رأيكم هل قلب التنوين هنا ميما كصوت لا أحسنتم لماذا لأن أصلا هناك ميم وليست هيبا فالصوت هنا هو صوت الميم الحقيقي قول معروف من كلمة معروف طيب نأخذ رقم ثلاثة يلا ما رأيكم أيها الكرام من بعد الغم من بعد الغم ما رأيكم أيها الكرام هل قلبت النون الساكن كصوت ميم أحسنتم صحيح قلبت لماذا لأنها أتت أو ما أتى بعدها حرف الباء في كلمة بعد من بعد طيب نأخذ رقم أربعة لكل نبأ مستقر ها التنوين هنا هل قلب إلى ميم ما رأيكم يا كرام أحسنتم لم يقلب لماذا لأن كلمة مستقر تبدأ بميم حقيقية فالصوت هنا هو صوت الميم الحقيقي طيب رقم خمسة من نبأ المرسلين من نبأ المرسلين ها ما رأيكم ما رأيكم أيها الكرام ما رأيكم أيها الكرام ما رأيكم أيها الكرام أحسنتم أيها أحسنتم إذن ليست كما قيل ليست بنون هنا قلبت لأن حرف النون ليس هو حرف الباء كما ذكرنا سابقا طيب سأترك لكم الباقي كنشاط في المنزل بإذن الله تكملونه مع أهلكم مع أحبابكم مع أصدقائكم أزي الله طيب نكمل أيها الكرام هنا ملاحظة نحوية ما هذه الملاحظة تتكلم عن فعل الأمر المعتل فعل الأمر المعتل إذن لدينا فعل أمر هذا هو الأساس ما حال هذا الفعل الأمر فعل أمر معتل فيه علة طيب إذن نقول تعريفه إذا كان فعل الأمر معتلا في أوله أو وسطه أو آخرة حذف حرف العلة يحذف هنا حرف العلة على سبيل المثال هذه الكلمة وعداء هذه الكلمة وعداء في صيغة الماضي وعداء في صيغة الماضي أريد أن أخذ منها صيغة الأمر ماذا أقول عد لاحظوا حذف حرف العلة في الأول عد أيضا قال حينما حولت هذه صيغة الأمر قل حذفنا حرف العلة في المنتصف قضى حينما حولنا إلى صيغة الأمر أو صيغة الأمر اقضي حذفنا حرف العلة في آخر الكلمة إذن حذف حرف العلة إذا في الفعل الأمر إذا كان في أوله أو في وسطه أو في آخره حتى يكون هنا يعني فعل أمر صحيح فعل أمر صحيح ليس فعل أمر معتل كما يقال بقية الآية الكلمات أنتم تقرؤونها في البيت بشكل مناسب طيب نأخذ عليها بعض التدريبات الآن التدريب الأول يقول هاتي الأمر من الأفعال التالي كما في المثال لاحظوا المثال الأول لدينا هنا كلمة يدعو فعل مضارع ما هو فعل الأمر أدعو فحذف حرف الواو اللي هو حرف العث طيب نأخذ رقم واحد سنأخذ الجزء وليس الكل خاف ما رأيكم يا كرام ما هو ما هو خاف ما هو فعل الأمر من خاف إذن ما هو يا كرام حرف أو فعل الأمر من كلمة خاف أحسنتم خف أحسنتم بارك الله فيكم إذن فعل الأمر هو خف فحذفنا أحسنتم فحذفنا الألف هنا طيب على على هنا بمعنى على ارتفع ماذا نقول كيف أقول على فعل الأمر هنا فعل الأمر أحسنتم إذن إعل إعل ينهى 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 ما هو فعل الأمر أحسنتم إنه إنه لقي لقي فعل الأمر أحسنتم إلق ممتاز طيب يعفو يعفو ويصفع ويغفر يعفو اعف أحسنتم ممتاز ممتاز يمشي ما رأيكم تريدوا أن تأمروا شخص امشي أحسنتم امشي امشي طيب سأترك لكم إن شاء الله الباقي في المنزل بإذن الله تكملونه وتتدربون عليه بإذن الله سنكمل أيها الكرام التدريب الثاني هنا يقول اختر فعل الأمر المعتل المناسب كما في المثال وضع لنا مثال ما هو المثال فراغ إلى الله بالتي هي أحسن ووضع لنا ثلاث اخيارات صحيحة ادعو او ادع او يدعو إذن الجواب الصحيح باختيار فعل الأمر المعتل اللي هو ادعو إلى الله بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن ولذلك هو الأساس منها يدعو فحذفنا حرف العلة حتى نحوله إلى صيغة الأمر طيب نأخذ رقم واحد يلا أيها الكرام من فضلك فراغ لنا ما حدث هل أقول صف أو أوصف وصف ما رأيكم يا كرام حينما أريد أن أعطيه أمرا أحسنتم صف إذن سأقول صف لنا ما حدث ممتاز أحسنتم طيب رقم اثنان يا أخي فراغ الحق ولو على نفسك الحق ولو على نفسك قل الحق أو ولو على نفسك ممتاز إذن قل ممتاز قل الحق ولو على نفسك ممتاز رقم ثلاثة فرى العطلة في مصر ممتاز أقضي أقضي اقض يقضي ما رأيكم يقضي يقضي أحسنتم اقضي ممتاز اقضي ممتاز اقضي العطلة في مصر ما شاء الله تبارك الله طيب رقم أربعة فراغ على نفسك وأولادك خف أو خف أو خف خاف تخاف خف على نفسك أو خاف على نفسك أو تخاف إذن طبعا هي تأخذ بخف على نفسك وأولادك بهذه الصغيرة طيب سأترك لكم إن شاء الله رقم خمسة وستة أرجو أرجو ترجو أسعى تسعى أسعى أو إسعى سأترك لكم هذه في المنزل تجاوبونها أنتم وأبنائكم بإذن الله طبعا أيها الكرام بإذن الله through the community group seeking knowledge of Arabic I will send this presentation أنا سوف أرسل هذا العرض بإذن الله as a pdf no powerpoint as a pdf all answers inside it إن شاء الله سوف أرسل هذا العرض لأنه هو وحدة جديدة من خلال المجموعة التواصل بيننا اللي هي seeking knowledge of Arabic مثل ملف ال pdf بإذن الله الوحدة الوحدة الخامسة عشر الدرس السادس والثمانون بعد المئة فهم المسموع استمع إلى الخبر ثم أجب عن الأسئلة التالية باختصار قرر مجلس مدينة بريستين في فنلندا شراء 120 حافلة تعمل بالغاز لا بالوقود والهدف من هذا القرار تحسين نوعية الهواء في المدينة وسيؤدي استخدام الحافلات الجديدة التي تعمل بالغاز إلى خفض حجم الدخان في الجو بنسبة لنبينها وسيؤدي هذا إلى راحة الركاب وكان عمدة المدينة قد قال في خطاب ألقاه في الأيام السابقة إن الهدف من استخدام الحافلات التي تعمل بالغاز خفض الازدحام وتحسين مستوى الحافلات العامة وحماية ديها وقد درس مجلس المدينة تجربة استعمال 120 حافلة التي تعمل بالغاز والتي استغرقت سنة ونصف السنة وجاءت النتائج بأن استعمال الغاز في الحافلات الجديدة أدى إلى خفض أول أكسيد الكربون بنسبة 90% وخفض الأدخنة الأخرى بنسبة 93% وبناء على ذلك قرر المجلس استعمال هذا النوع من الحافلات مدة ثلاث سنوات أخرى أولاً في أي بلد المجلس مدينة مدينة ثانياً ما المشكلة التي تواجه المدينة ثانثاً ماذا اشترى المجلس رابعاً بما تعمل الحافلات خامساً ما الهدف من شراء هذه الحافلات سادساً ما نتائج استخدام الحافلات الجديدة طيب أيها الكرام استمعنا قبل قليل إلى هذا الحوار وهو عبارة عن خبر استمع إلى الخبر ثم سيكون لدينا مجموعة من الأسئلة السؤال الأول في أي بلد مجلس مدينة بير سيبرين في أي بلد طبعاً الجواب كما ترونه أمامكم كان في فنلندا البلد كان في فنلندا ما المشكلة التي تواجه المدينة ما المشكلة التي كانت تواجه المدينة كانت التلوث هواء المدينة تلوث هواء المدينة ماذا اشترى المجلس ماذا اشترى المجلس اشترى طبعاً 120 حافلة بما تعمل الحافلات تعمل بالغاز والوقود تعمل بالغاز والوقود ما الهدف من شراء هذه الحافلات إذن نقص الازدحام تحسين مستوى الحافلات العامة حماية البيئة ما نتائج استخدام الحافلات الجديدة اللي هي المئة وعشرين حافلة حقيقة انخفاض اول اكسيد الكربون بنسبة تسعة تسعة وتسعين في المئة ونسبة الادخنة بنسبة ثلاثة وتسعين في المئة يعني كان عمل حقيقة او مساهمة جيدة في استدامة البيئة ما شاء الله طيب نكمل هنا جزء يتكلم او مهارة بمعنى تكلم التدريب يقول تبادل الاسئلة والاجوبة مع زميلك يعني او صديقك اذكر هذا السؤال وهو يجاوب هل تعيش في المدينة ام الريف ثم انت تجاوب هل تعيش في مدينة كبيرة او صغيرة ثم انت تجاوب وغيرها من هذه الاسئلة ساتركها لكم كنشاط ان شاء الله ايضا هذا التدريب ايها الكرام عبارة عن صورتين الصورة الاولى صورة المدينة وفيها تلوث والصورة الثانية وهي صورة للبيئة وليس فيها تلوث او ما يسمى الريف او القرية قارن بينهما في اي مكان تحب ان تعيش ولماذا انت تسأل نفسك انا احب ان يعيش هنا لماذا احب ان يعيش هنا هذا يعني نشاط لك ان شاء الله تعمله الوحدة الخامسة عشرة الدرس السابع والثمانون بعد المئة استمع الى النص انواع تلوث البيئة هناك صور عديدة لتلوث البيئة اهمها تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث التربة والضوضاء وفيما يلي تعريف بهذه الانواع تلوث الهواء الهواء الذي لا رائحة له يصبح هواء له رائحة وله لون ايضا والسبب في هذا التلوث احراق النفط بسبب محركات السيارات وغيرها ويضر تلوث الهواء بصحة الانسان فيؤدي الى الفهاب العيون والرئة ويسبب تلوث الهواء كذلك موت الحيوان والنبات تلوث الماء يؤدي الى تقليل الماء النقي والعذب الذي يستعمله الانسان في الشرب والنضاقة والسبب في تلوث الماء رمي المواد الكيميائية والنفايات الحيوانية والنباتية ومياه الصرق الصحي في البحار والانهار والآبار ويسبب تلوث الماء امراضا كثيرة للانسان ويؤدي الى موت الحيوان والنبات تلوث التربة يتلف هذا النوع من التلوث التربة الجيدة ويؤدي هذا الى فقد نساحة من الارض التي يزرع فيها النبات لغباء الانسان والحيوان الضوضاء تكتر الضوضاء في المدن وسببها وسائل النقل من طائرات وحافلات وقطارات وسيارات كما تسببه الاجهزة الكهرباء ترجمة نانسي قنقر الضوضاء الى ضعف السمعين طيب استمعنا قبل قليل الى هذا الحوار وبإذن الله في اللقاء القادم أيها الكرام سنكمل الأسئلة التي تتعلق بهذا القطع سنكملها بإن شاء الله سنكمل هذه الأسئلة التي تتعلق بالاستيعاب ثم التدريب الآخر هنا سنتوقف اليوم بإذن الله هنا سنتوقف جزاكم الله خيرا أيها الكرام وأحسن الله إليكم وبارك الله في جهودنا وجهودكم أخيرا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر